اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة ما هيدي أشياء منا إصلاحات منا من الداخل هيدا اللي نحن عم نصرخ وعم نطالب فيه والغريب أنه دكتور هالإصمارات عم بتسير بوقت ما في كطاع مصرفي يعني هود الأشخاص عم تستسمروا عم لحب الحي عم بشيلو أمسرية يعني لا في كرود لا في شيء يعني مش غريب القصة شوية لك بالقطاع السياحي المطاعم خاصة والأهيوية والمقاهي طول عمره في هو هذا كطاع ديناميكي كتير في بيسكر بيفتح بيسكر بيفتح الناس بيزهقوا من مطاعمة معينة ما بيعدون يروحوا لأيا بيسكر وحتى مطاعم مناطق بتطلع مناطق صحيح صحيح أو شوارع معينة كانت هي العجق علىيا بتقلو بلا شوارع تانية وبتالي هيدا شيء ديناميكي وطبيعي يصير منه قطاع جيمد قطاع السياحة قطاع متحرك بشوف شو بده المستهلك وبيلحقوا وبيغطي لبدو ييتا يقدر يزوبوا لعنده ومشان هيك نحن الدينامية الموجودة بكطاع السياحة عندنا في لبنان والمطاعم والخدمات يعني بشكل عام هي اللي موقف البلد عجرية وهي الدينامية نحن نتمنى أن تكون موجودة بكل قطاعات بالبلد بقى أنه في مطاعم عم بتفتح مثل ما قال معالي بس في مطاعم أكتر مننا سكرت وبالتالي أنت بتشوف صافي إذا نطلع نحن ديش كان حجم الناتج المحلي بلبنان قبل الأزمة كنا عم نحكي 54 مليار دولار اليوم حجم الناتج المحلي بلبنان أو حوالي 20-21 مليار دولار 60% من الاقتصاد اللبناني اختفى تبخر جزء منه قالوا علاقة بتسكير الشركات والمطاعم اللي سكرت والمؤسسات وجزء منه قالوا علاقة بأنه الشي اللي كنا ننتجه على الف وخمسة كان تقيمته أكبر بكتير لأننا اليوم تنتجه على تساة واثمين ألف وبالتالي اليوم لبنان خسر حوالي 60% من اقتصاده اختفى وهون أهمية النمو بجنيك يبدأ قطاع سياحي يبدأ مطاعم بس بدأ كمين صناعة وزراعة وكل شيء يرجع يتنشط لأنه اليوم إذا نحن قبل الألفين وعشرة تقريباً كان النمو الاقتصادي بلبنان حوالي 10% كذا سنة قطع 10% بعشرة بالمئة نمو أنت كل سبع سنوات بتدوبل نتج المحلي يعني بعشرة بالمئة نمو إذا أنا اليوم معاشي ألف دولار بعد عشر سنوات بيصير ألفين بعد سبع سنوات سوالي بيصير ألفين بعد سبع سنوات بيصير أربعة ألف ثمانت ألف وبالتالي هالشغلي كتير منيح على توقف البلد على إجارية نحن هلأ عم نحكي بنمو اقتصادي كنا واحد بالمئة بالألفين واربع وعشرين وهلأ يمكن أن يطير يصير صفر بالمئة على واحد بالمئة نمو اقتصادي بدك مئة سنة لترجع إلى مستوى ما قبل الأزمة مئة سنة مع التدخم إذا بتحسبها وبالتالي ما في البلد يعيش بنمو واحد بالمئة فما بالأحرى إذا كان النمو سلبة إلا ستة بالمئة إلا واحد بالمئة شان هيكي اليوم الهدف الأساسي يجب يكون استعادة النمو نكسب نقط نمو نرجع لنمو بين الخمسة والعشرة بالمئة للبلد من هلأ لعشر سنين خمسة عشر سنين يرجع لمحن المكان وإلا يعني مكون وصلنا على القعر بس مشين بالقعر ومش عمنا بطلع منه بكلها الواقع مع الوزير سيزاني في شغل تاني اللي ساعده كمان نحن عم نحكي عن المطاعم بس في كتير مؤسسات صغيرة فتحي محل حزي محل أكيد أكيد شغل تاني اللي ساعده أول شيء قرار وزير السياحة وات بسمح له المطاعم إنه تسعر بالدولار بوجه له تحية هيدا قرار كان منيح والشغل التاني تسبيت سعر الصرف يعني نحنا لأكتر شيء سعر الصرف اللي هو كان عم بخصر المؤسسات أما خايفيني منه اليوم صلنا أكتر من سنة أما سنة ونص تقريبا سابت السعر ونتمنى يضل سابت هذا السعر شوف التفاعل لازم نظرنا متفاعلين وأنا يعني شخصه بيؤمن بهالبلد بيؤمن إنه هالبلد بهز بيمرض بس ما بيموت لأنه فيه شعبه صار أكبر من لبنان اللبناني صار أكبر من لبنان منين بهالبلد نحنا عم نحكي عن المطاعم عم نحكي عن المحلات بس تعيشوف الصناعة الوطنية قدي كبري بآخر أربع خمس سنين قدي الصناعة الوطنية شوف أنت اليوم عم بتحكي بحرب بجنوب وعم نحكي بالمقاسي وأنا بوجه تحية لأهلنا بجنوب الصامدين اليوم لأهلنا بغزة وبفلسطين ثلاث معارض صاروا خلال أسبوعين واربعة ثلاث معارض اليوم ما بدي أعمل لهم دعاية بس في معارض اليوم عشقه وفي حركة فوتت كل يوم سبعة تأليف شخص وهدولي المفروض يفوت بس البروفيسيونال يعني مش إنه من مكان يفوت تلاث معارض واربعات مبارع شفنا مؤتمر اتحاد المصارف عب يسير بشناكي هالحرك اللي عم بيقوم فيها الكطاع الخاص بتعطينا الأمل أنه البلد حيكمل وحاق وحيستمر نحن ما في شيء واحد شغله واحد من خوفتنا هو موضوع اللجوء السوري هذا إذا لقيني له حال صدقني البلد ممكن حتحكي عنه كنت مع الوزير كنت تكون ضايفة بال2018 و2017 يعني قبل الأزمة كنت دائما تحذر وتقول فيه مؤسسات عم تسكر وجيين على أسوأ وجيين على انهيار ومكا حدا يسمع اليوم من شو بتحذر أنا اليوم أنا قلت معك هديك المرة كمان أنا اللي خايفين منه إذا ملقينا حل للجوء السوري حرب أهلية لبنانية سورية بلبنان وبلشت إذا بدك الشرارة وبلشنا نشوفها مشان هيك أنا باعتبر وهيدا الموضوع بكل صراحة لا بينعمل يعني لم نقدر ردة فعل ولا بدنا هيدا بالسياسة ومع الاتحاد الأوروبي وباعتقد الوقت إذا بدك استويت صار الوقت اليوم أنه نشغلها بالسياسة مع الاتحاد الأوروبي يا أما كلنا حيندم كلنا حيندم وأصدقاء لبنان اللي هني بقولوا أصدقاء وبيقولوا بحبوا لبنان وبدن استقرار لبنان حيندموا أيضا لأنه لبنان خلص وصلنا إلى مكان ما بق نقدر بعد ما أنت ستعب تيكل رزقة الواحد كله يتا يعني صار محلل دم وصلنا وأكتر أكبر شيء اللي شفناه يعني الحادث اللي صار مع البلدية مع البلدية مع اللي شفنا التهديدات يلي صارت لو ما فيه عقلاء من هون وعقلاء من هون يمكن الأمور فرطت بدنا نحكم عقلنا بدنا نروح بالسياسة بدنا نروح على الاتحاد الأوروبي بدنا نضغط عليهم للاتحاد الأوروبي لأنه هالدفع اللي عم بتفعولون يهون يتفضلوا يتفعولون يهون وهني بالسورية ساعة بيرجعوا بس طول ما أنت عم تتفعلون هون وطول ما نحنا بصراحة ما عاملين ولا قانون لألون ولا شيء في في اليوم مهن يجب منع أي شخص أي جنسية غير لبنانية تشتغل فيها هادي مفروض نعملها مثل كثير دول اليوم عربية وخالجية في مهن خصوصة لابن البلد ونحنا لازم نعمل نفس الشيء يا مكلاتنا حنندم على هالبلد دكتور باتريك حكي عن شاء السياسي شوي مع الوزير اقتصاديا انعكاس النسحين السوريين وجودهم بلبنان انعكاسه اقتصاديا فيه أرقام فيه هيك شوية معلومات بتصور الخطر الأبرز هو اللي ضوى عليه هو مشكلة الاحتمال الاضطرابات الأمنية اللي هو شاء سياسي أمنى أنا مرتير فيني اتوسع فيه الوجود نازحين السوريين بمكان ما كانوا عم بفوتوا دولار على البلد وبالتالي كان عندهم شك إيجابي عم بصرفوا شوية دولار عم بيستأجروا محلات عم بيسيعتوا بداخل دولار ولكن من ناحية تانية عملوا ضغط كتير كبير على البنية التحتية على الكهرباء على الصرف الصحي على المياه كل هيدا النفايات بشكل كتير كبير وهنا أنا برأي المشكلة الأساسي كان من سوق إدارة الدولة اللبنانية لهيدي الملفات يعني اليوم حيالة شركة بيجيها مليون زبون إضافة اللي نعتبره النسحين السوريين طيب بس شركة الكهرباء في لبنان إذا بيجيها مليون زبون جديد ما هي أصلا عم بيع كهربطة بخسارة وبتالي هيدا مليون خسارة جديدة ما هيك بالاتصالات نفس الشي بفترة كنا عم بيع ودع الطرقات اللي أصلا متردة عم بتسهلكوا بالنفايات اللي أصلا هي عم بتكون إذا بدك كلفة على الدولة مشتخلة الدولة كل هيدا القطاعات بسبب سوء إدارتها أصلا بلبنان الوجود السوري إذا بدك عرّ هيدا العورات وخلينا نشوف أنه خيي وبتالي أنا برأيي طبعا ملف النزوح سوري ملف سياسي أمني بينتياز شيك وأكيد معالي بيعرفي حكي فيه أكتر مني بس أنا بالشق الاقتصادي تابعه بيسوأ الحكومة اللبنانية كمانا ترجع تجلس أمور عيني مش طبيعي بعد نضلنا نبيع الكهرباء بخسارة مش طبيعي بعد أن النفايات ما عندها كلفة واضحة ما عندها سعر واضح بيغطي تكلفة ما هيك يعني خلينا نستفيد من المشكلة اللي ضوّع ليا من خلال الوجود السوري لنحالج نحن المشاكل البنيوية اللي عنا إياها اللي هي أنه دولة لبنانية ما بتعف تدير قطاعات انتائية بالعربية اللي مش أبرح لا بتعف تدير كهرباء طبعا مش الخصخصة بس فتح القطاعات على المنافسة يعني اليوم ليش اليوم بس كهرباء لبنان بحقلة تولد كهرباء وهي منعم تولد كهرباء أصلا يعني وبس تولدها بتكلفنا مليارات الدولارات مكلفة 45 مليار دولار لحد هل على الخزينة دفعينها مجوب الموديعين وطاروا مصيدة الموديعين يخيلهم خلي البلدييات ترخص هي لا ناسي والد وطاقة على المستوى المحلي بلديات واتحاد البلديات اليوم عندك قانون صدر بال2002 وقف احتكار الكهرباء لبنان منعهم نحن اليوم ما مفترض يكون عندنا احتكار السنان للقانون اللبناني ولكن في هذه النظمة ما تشكلت لتعطي ترخيص أنا برأيي إلى حين إن شاء لهذه النظمة يجب نقل ترخيص الإنتاج والنقل والتوزيع إلى البلديات أو اتحاد البلديات كلها حسب نطاقه هيدا الشيء بيخلي يصير عندك كهرباء على المستوى المحلي مزارع طاقة شمسية طاقة متجددة في صناعيين كتير بيتمنوا هني ما أصلا بيولدوا كهرباء لما صانعهم بيتمنوا يوزعوا حواليهم وبيصير عندنا كهرباء بالبلد وهي الكهرباء بتقدر توقف كل القطاعات على إجراءها وكهرباء بتمبيع بكلفة أقل من كهرباء لبنان اللي بتكلف 35 سنت اليوم الطاقة السمسية بكلف بين 7 إلى 9 سنت إذا بتعمل مزارعة طبيعية بديل 35 تبع كهرباء لبنان اللي بتصير 50 بس تحسب الهادر تبعها ما هيك بتنزل الكلفة على المواطن بيصير قطاع بيربح إذا إجيك مليون زمون جديد على إليف شر عم تربح من أراهم بديل ما تقدم عم تدفع على إليون وتركوا دول بمصاري كميع اقتصالات مع الوزير اللي يعني استرداده من قبل الدولة كان جريمة إذا فينا نقول طبيعي وأنا حذرت منه وأنت بتعرف كل الضحوط اللي كانت علي وأنا ضليتني موجود وما قبل تسلمه وما قبل تسلمه وحذرت من اللي إجاب من بعدي ما تسلمه وشفنا شو صار وإذا حنكمل هيك حنصير نشوفها أسوأ من شركة الكهرباء أنا بس بدي ضيف شغلي واحدة نحن بلد اقتصاد حر ومرحب بأي جنسية سورية غير سورية جيز تسمر بلبنان ولكن بطريقة شرعية نحن موجودين انتشار اللبنان الموجود بالعالم كله بس منطلع نستثمر بطريقة شرعية أنا بسأل اليوم طب ليش السورية بمصر وبتركية وبالأردن وين ما راحوا استثمروا بطريقة شرعية إلا باللبنان بدون نشتغلوا بطريقة غير شرعية بدون ينفسوا بطريقة غير شرعية بدون يهربوا وبدون 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 طب ليش مشكلة ما بس اللي تقدروا قدي خسارة اليوم البنية التحتية والكهرباء والاتصالات في مئات المؤسسات اليوم اللبنانية عم بتسكر لأنه عم بيجي مؤسسات غير شرعية سورية عم بتنفسها هذا بيدفع ضمين هذا ما بيدفع هذا كهرباء التاني ما بيدفع بلدية ميلية ضريبة كي بدي نفس أنا أما يجوا يشتغلوا بطريقة اليوم صحيحة وبطريقة شرعية نحنا منحطهم على ظهرنا ومنمشي فيهم ما في عنا أي مشكلة بس إخدين أنه البلد هيك فوضى والبلد كأنه لألون والبلد كيف ما كان هايدي الجريمة بكل صراحة وهي مثل ما قلت حق علينا نسكر شركة اتنين مؤسسة اتنين غير شرعية ثلاثة أربعة خمسة عشرة بدوا يتعلم حتى أنا مع وهلا حيزعلوا مني الكطاع الخاص المؤسسات اللبنانية يلي مشغلي أكتر من عشرة بالمية غير لبناني تتسكر شركة ثلاثة أربعة ساعتها بتعلموا ما بيصير في مؤسسات بتفوت اليوم ما فيها ولا عامل لبناني وأنا أكد لك هالحكي هاي طب هايدي ما بيصير أنا موجودة بأي بلد نحنا اللبنانية عندنا استثمارات بالسورية منروح منحترم الأولين ومنمشي مع النظام وأكتر أكتر من النظامية ونكون لازم هيدا شغل نحنا نعامل الكل بالمثل مثله مثل اللبناني أما عبول بدي عامل اللبناني أحسب من لا بس نعاملوا مثل اللبناني وإذا خالف لازم سكر هالمؤسسات درجة لموضوع الاتصالات يعني المؤسس في لبنان بتصير القصة لأنه في أزمات مطلحة يمكن ملتهي فيها يعني شيء حمل عملته حكومة حسن دي بالاتصالات وبغير الاتصالات الناس نسيوه هلأ ما حدا بيعرف أو معظم اللبنانيين ما بيعرفوا من كان وزير الاتصالات وأخذ قرار استرداد يعني أكيد مع الحكومة استرداد قطاع الاتصالات الشركات الخلوية وغيره وغيره من الأرارات كان في ضغط من لجنة نيبية تاعت الاتصالات وكان في ضغط شعبه واليوم أنه نحنا استرجعنا أنا بقول لك شغلتين إذا ما صار فيه خسخصة وما صار فيه اليوم خسخصة أنا ما بقول خسخصة اليوم أنه تبيع إدارة المؤسسات الدولة بدأت خسخص الإدارة أنت وبدك مكنني إذا ما صار هذول الاتنين يعني موضوع الفساد بعده قائم يعني كل شي صار بهالبلد كان شي عار وياللي ضد المكنني يعني هو الفسد لأنه بده يضل الفساد وبده يضل المحسوبيات موجودة وأنا هون أتمنى بأسعى وقت ممكن لاقوا شي حل قطاع الاتصالات قبل ما يفرط هذا الكطاع هذا الكطاع عب يفرط شوي شوي إذا بتشوف الكادر اللي كان موجود اليوم بألفة أما بتاتش أدي ترك مين اللي ترك تركوا الأشخاص بكل صراحة اللي هن فعلا بمستوى وعب تجيهم فرص عمل أجيهم فرص عمل والبيئة ما أقول كلهم ممنح في منهم أكيد منح بس الأغلبية اللي بقيوا اللي هن فاتوا بالواسطة للأسف وبعدهم موجودين في ناس بتدوم وناس ما بتدوم حرام هيدا الكطاع الاتصالات اللي كان يجيب للدولة مليار ومئتين مليون بالسنة وكان حقه بين ستة وسبعة مليار يصير في هيك نقذوه قبل ما يعني نفكي عليه ونترحّم عليه مثل ما عملنا على قطاع الكهرباء بازال حكيت عن المكننة مع الوزير شفنا اطلاق مشروع مكننة بوزارة الاقتصاد والتجارة بدي هنيون بدي هنيون هنيون وأنا نزلت تويت هنيتم هالشي وبتمنى أنه كل المؤسسات تسير نفس الشي نفس الشي وهون بدنا نحن المؤسسات ونرجع نوصلهم على بعض أنا عملت خطة وقت ما كانت اليوم الاتصالات اتصالات شو بدي خمسمائة ألف ستمائة ألف دولار بس بتعرف كم قدي بتجيب لك عائدات وقدي بدك وظائف أقال اليوم وقدي بتوقف الرشوي انت بتقدر حتى وصلت لتفاصيل بالاتصالات انت وعم تبني بناية كيف تطلب علبة للتلفونات من أجير وانلاين وكيف تركبه وكيف 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 ما بقى في كلفة اليوم المكننية صار ترخيصة واللبناني قوي فيون نحن أقوى ناس بالخليج موجودين ما نعمل اشتغلنا نص الشغل نقدر نعمله ونقدر نوصل على أحسن برامج وأحسن تكنولوجيا لأننا تأخرنا عشرين سنة وقت ما بنا نبلش هنبلش بأحسن برنامج ما حنروح على برنامج قديم بقى هون السياسي وقت ما أنا كتب الحكومة بالسياسي كنوا رافضينه هلأ لنشوف بقى مين ركز زيب ومين اللي بده إصلاحات ومين اللي بده فساد ومين اللي بده محاربة الفساد هوني ببين اللي بيرفض المكنني والخصخصة برجع بقول ما بنا نبيع مؤسسات الدولة خصخصة الإدارات لأنه شفنا الدولة فاشتة بكل شي ما في مؤسسة فيها ناجحة هذول الشغلتين دكتور بكل هذا الواقع اللي عم نحكي عنه كل لبنانين بيعرفوا هل ممكن النهوض بعملية سريعة أو النهوض بحاجة لسنوات وسنوات وسنوات يعني النهوض أكيد بحاجة لتراكم من سنوات للنمو بس دكبالي في اليوم إذا بعدك عم تحفر بالجورة ومين بعدها نحكي بنمو أنا برأي بس اللي بناني معروف عنه بياخدك شوات أمل ضغر بموضوع الاستعادة الحركة الاقتصادية واستعادة العافية بتصور الأساس اليوم هو أنه نحن نبني جاوب البلد يسمح لإستعادة النمو والإزدهار وهذا الجاوب يبلش من خلال تفكيك الاحتكارات اللي هو كانت حكي شوية عنه هلأ معلي اللي هو أنه اليوم بقطع الاتصالات مضبوط بدنا كتاعة خاص يفوت بس كمان ما بدنا وأكيد ضروري بس كمان ما بدنا نحصر كتاعة الاتصالات بشركتين ونحصر الانترنت بشركة وحدة اوجيرو تملك الدولة وبالتالي إذا شركة اوجيرو خبصت البلد كله بيقعد بلاء انترنت إذا أضربوا الشباب أو انقطعوا ميزود بنعد البلد بلاء انترنت شو يعني كيرسي لبنان بيخرج أحسن مهندسين بالشرق الأوسط من جامعات المعروفة اللي هي كتير منيحة كله في البرات لبنان ما حدا قدير يفتح شغل بقطاع التكنولوجيا بالبلد لأنه ما عنده انترنت طيب اليوم نحن ليش بدأت تكون اوجيرو هي الشركة الوحيدة اللي فيها تستورد سعاد انترنت من بره خلي مين مبادو يستورد كابلات انترنت من بره أهلا وسهلا فيه هذا أصار فيك جيب انترنت من الأقمار الصناعية ستارلينك وغيره ما هيك وبالتالي فتاح اللي رفضوها اللي رفضوها مجلس وزراء اللي هي جريمة يوم انت بوكرا صار في حصار عليك مش عم نحكي بحالة حرب وسكروا لك كابل البحر على اللي خدأ من الأمار دربت شي بيها على الأقل نوع مصادر الإنترنت تبعك وبتنزل الكلفة بشكل مرعب نحن اليوم كلفة الإنترنت المرتفعة خين قطاع التكنولوجيا مثل ما كلفة الكهرباء المرتفعة خين قطاع الصناعة والزراعة اليوم تسأل الصناعيين شو أكبر عائق لك الكهرباء أول شيء أول شيء كل أشيء بعدين الزراعة تعتمد على الكهرباء بشكل رهيب يعني أنت اليوم الزراعة تريد رأي بدو كهرباء الزراعة بدأ تبريد للخضرة تبريد بدو كهرباء صناعة بعد أكتر الخدمات السياحة الإضاءة والتكييف كلهم بدو كهرباء اليوم وبالتالي تفكيك احتكارات تفكيك احتكار كهرباء لبناء على الكهرباء سماح للبلديات هي ترخص مشاريع كهرباء بدل من ننطر وزير يرخص أو تعيين هذه النظم اللي ما رح يصير بموضوع الإنترنت فتح القطاع على المنافسة السماح بتعدد ومنافسة حقيقية المنافسة بتوطي السعر يعني اليوم شركتين بيتفقوا مع بعضهم بيقدروا يعلوا السعر عليك ما عندك خيار أما إذا في شركتين اتفقوا وعلوا السعر بتفوت شركة تالتي ورابعة وخمسة بيبيعوك بسعر أقل وبيخدوا كل السوق لألون وبالتالي يجب تحرير هذه القطاعات وهي دي المنافسة بتخلق لك نمو بالسياحة وبالصناعة وبالزراعة وبالخدمات لأنه بس يصيروا عندك كهرباء رخيصة بصير عندك صناعة وزراعة بس يصير عندك انترنت رخيص بصير عندك كطاع تكنولوجيا بالبلد وبالتالي ضروري اليوم من أجل عودة الازدهار تفكيك الاحتكارات ما بيسوا باقة تباية الاحتكارات بالبلد مع الوزير اللي عم بيقوله دكتور فاتريكو اللي قلتو حضرتك يعني هوا مسلمات ومفترد الكل اللي يعرفون طب كيف تفسر هالقرارات بخداء هالحكومة والحكومة الأبلة خلف بالسياسي انت بتعرف اليوم موضوع الانترنت مثل معال في كتير شركات باللبنية عبد تقول لك أنا مشيح حالي بكل شي بس يوم اللي بنقطع الانترنت بضب دب وبطع لبرنا نحنا من وين نجيب انترنت عنا خطتين خط أبرص وخط اللي بيمرو قناة السويس خط أبرص في معجزة ربيني بعد وماشي لأنه أنا بأول ما اجيت على الوزارة بالألفين وتسعة عش قالوا هيدا كان لازم يتغير من خمس سنين وما تغير أوكي يعني مرأ تقريبا شعش سنين كي بعد وماشي معجزين وعندك قناة السويس اللي هو دايما في خربطة فيه بين قطع تنضرب فيه بالبواخر نحنا طالبنا وعدنا وبعدني هلأ بطالب ومعك عم طالب اليوم مفروض اليوم انترنت عبر الأقمار الاصطناعية تب ليش اختلفتوا فيها بليش ليه برعيب مبار سديني حوات هفضيحة هلأ أنا كنت أنا كنت مرقص لحدا وفتحها معطيها لواحد عامل شروط مين عنده هالشروط أنا وإنت وإيه بيتواحد بيدفع وبيدفع وبيخد وهم يضربوا بعض ويعطوا العالم بس أنا بدي إذا نقطع الخطع القليل يكون عندي مع العلم هاي مرت يكون من الدولة ليش لأنه كلفتها أغلب كتير بيعرف الحضر بس انتر تستعملها امتن في حال اليوم نقطع الانترنت للأرض عندك الأقمار الاصطناعي بقى هاي هاي الأساس لبقاء مؤسسات ويلي نحن بنعرف ما حسمي أنا على الهوى أنا بعض عشرات المؤسسات الكبيرة يلي صارت موجودة في لبنان عم تشغل للبنان بيقلك أنا المطبخ اليوم الكيتشن موجود في لبنان وشغلي كله يتبرق بس أساسي لانترنت ما عندي انترنت أنا بطالب اليوم أي الحكومة بتيجي جديدة نفتح اليوم نفتح اليوم الخط تالت يكون لازم ينمد خط تالت ويكون موصولين على أمر أما تنين إصطناعي لأنه بدنا هيدا البلد قدرانين فيه فيه إمكانيات رهيبة ضخمة بهالبلد يفتح ببراس مريد كتر تكنولوجيا وكتر المعرفة تطاعت زرة اليوم مصنع جاي من أماركا عم تصنع موضوع تكنولوجيا لسواني أنا وين أنا وين من في لبنان شي بيرفع القلب شي بيرفع الراس وحتشوف بعد بتسعة شهر حيكون في عنا اجتماع مع وزير الصناعة ومع هاي الشركات هاي لننكبر هاي دا ترك أماركا إجا على لبنان استثمر هون عم بصدر لأربع خمس شركات بينتهم جوجل وأوراكل وهالشركات شي بيكبر القلب أستاذ ذاني يلي عم بسير طب لي ما بيكون في منه عشرة وعشرين وثلاثين وثلاثين وأكثر من هيك ما عليك في بعد الكورونا الفان وتسعة وعشرين تكتر العمل عن بعد فائر لبنانيين كانوا بيتمنوا يجوا يقعدوا بلبنان اشتغلوا على الانترنت من لبنان يقبضوا ألف الدولارات مع عشية باللبنان ويصرفوها باللبنان ما لنقلب اجوا وشتغلوا من لبنان ما في انترنت يلبيهم وبالتالي انت عمول الانترنت اذا يقبض بره عشرة وجوه خمسة الخمسة هون بتعيش وقدى العشرة بكتير وقعد مع أهله وقعد مع أهله والشركة بره بتفضل تتفعله خمسة وتوفر الخمسة اللي هوني في صار متل ما تفضل وقال آلاف من الشباب اللبنان عم يشغل بهالطريقة بس قدرانين نعملهم مئات الآلاف لأنه الشعب القليل اللي بيحكي ثلاث لغات هو هون مشين هيك اليوم مرغوب هال اللبناني مرغوب بسبب اليوم شطارته زكاء واللغات اللي بيحكي بس بدك تعطي الحد لأدنى كهرباء وإنترنت مانا قم تعطي هون وبالتالي هيدول يتأمنوا ينفتحوا القطاعات على المنافسة أنا برأي البلد بيرجع يقدر بك مكان ما يوقف عجل أي بالد بالعالم القطاع الخاص بثلاثة سنين نحن صاركبنا مئة ألف كيلو وات ميجا وات صار عنا على الطاقة على الطاقة يعني نحن نتكيف نغرم نحن نطالب أنه نقصنا ثلاثة ألف ميجا وات عملنا قل يعني نشوف قديش المشكل جاناك هلأ بس نبلش بمرحلة حلول يصير في انتخاب رئيس جمهورية في قسم كتير من الأزامات حلينيها نحن طبيع طبيعي حل اليوم مشكل الدول بالموادر الفردي يوم القطاع الدولة وين كان مشان هيك إذا إجا رئيس جمهورية وحكومة البلد بقلع بسرعة لأنه في كتير أمور الدولة نطفت حالب هالأربع سنين بدون شطارطة يعني الزمن هو نطف نطف هالشي هاي عطونا استقرار وخذوا ما يدهش العالم يعني فعلا القطاع الخاص اليوم أدران يعمل لأنه نشوف نجحات وبره واتما منسافر ومن نجتمع فيه بيكبر القلب موجودين وينما كان سبنا بقدرانين نبني هالبلد نحن دكتور بالمقابل في كتير تحذيرات بالفترة الأخيرة من موضوع اقتصاد الكاش أول شي خلينا نشرح هايك للمشاهدين شو يعني اقتصاد كاش وكمان هيدا شي ممكن يعني نعكس على تصنيف لبنان جيد أو نعم الكاش ايكونامي هي أنه بس نحن الشعب اللبناني يدول بالكاش اللي هي عم تكون الدولار حاليا لأنه ليرا يمكن لتعاملات صغيرة بس معظم الدولار الاقتصاد صار مدولر وكاش لأنه الناس مش عم بتحط مصرياتها باللبنوكي وبتالي بدل ما تدفع عن طريق البطاقة الإلكترونية أو عن طريق الشيك أو عن طريق التحويل عم تفطل تدفع كاش لأنه وانا برأي اقتصاد الكاش فرد على لبنان بسبب الأزمة المصرفية ما هيك يعني اليوم بعدنا لهلأ من نقول بعدنا لهلأ بيقولوا أنه عدد المصاريف في عدد كبير من المصاريف صوفي وصفة في عدد كبير من المصاريف صوفي وعد هايكلتو بجي بلك أنا شو هم تحط مصريتي ببنك عبوكرا يصفلي وقت لا ترجع الساعة يعني بعدين كمان أنه طالما لم تتام معالج الكطاع المصري في الناس تظل نقزيني بطلك أنا بتحط مصريتي بالبنك عبوكرا يساك السيدة ما ما له إيجابيات كمان الكاش المتوفر بإيدان الناس يصبح لا الدولة لا لا حدا يستفيد بالعكس عم يضار بعيد الكاش عم يضار المؤسسسات الشرعية التي تدفع وضرائب ورغم كل هيك عم نحكي عن كطاع المصرفي كطاع المصرفي صار في حسابيتي فراش أكتر من 3 مليار و 400 مليون تخيل بعد ما عملنا شي ولا شي عم نده الكطاع المصرفي وصار في 3 مليار و 400 مليون هذا لو صار في خطة اليوم فعلا لإعادة هيكلة المصرف وأونين جديدة صدقني كنت لقيت اليوم كمان هذا من العجيب اللبنين وعفكرا هذا من ركيز نمو يعني أنت اليوم ضروري يرجع الكطاع المصرفي يقدر يجذب هيدا الوديا الكاش إذا بيرجع على الكطاع المصرفي ويتحول لوديا الكطاع المصرفي عنده مصاري يعطي قروض يمول الاقتصاد يمول مشاريع بتسمح يصير في نمو بالبلد إذا حدا بدو يشتري شقة بدو يتجوز اليوم ما في ما بيقدر ياخد كارد إذا حدا بدو يفتح دكالي ما فيه وبالتالي بدك قطاع مصرفي يقدر يقف على إجراء ولتقدر تعمل هذا يجب معالجة موضوع الكاش إيكونومي هلأ الأساس كيف يتعالج بدك تفصل بين الدولار القديم والدولار الجديد وهذا ما حدا قلب يعمل بالبلاد هذا إذا بدك تدق بالمحرم يعني بدك تقول أنه إلى حين المصارف اللبنانية بحق لا تأخذ فريش دولار وديع وبحق لا تعطي فريش دولار قروض وإذا أنا أعطيتك قرد فريش دولار أنت مجهور تبدلي فريش دولار إذا بيصير في تشريع المجلس النووي بيسمع هذا إلى حين معالج لأن نحن كنا من تحب أن الأزمة المصرفية تتعالج من أول النهار بس لنا أربع سنين صحيح نحن 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 وبالتالي فصل تسامح للمصارف ترجع تشتغل بالفريش دولار لا ترجع تتحرك عجل اقتصادي بالبلد تتمول النمو بالبلد هذا شي ضروري يجب أنا بيرأي كمان تسامح لمصارف جديدة ونضيف تفوت على البلد لماذا القطاع المصري في صندوق النقاط الدولي يريد أن تصفي المصارف اليوم في لبنان لا 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 لن تصفي القطاع المصري لأنه الذي يوقف في البلد عجراء لماذا سنة نقول من الآن لوقتها لماذا لم تكن تعالجت هذا يمكن أن تجعل المصارف بعدين سنوضعهم لكن من الآن الوقتها دعونا يعملوا بالدولار بالفريش يأخذوا قروض ويأخذوا وداية دعونا المصارف جديد تفوت على السوق يمكن المصارف جديد تستوحي السئة يمكن الناس اليوم لبنانيين يرجعوا مصارف جديدة يستطيع يجلبوا السئة غير على المصارف القديم التي لم تتعالج وضعها إلى حين معالجت وضعها تصور هكذا ضروري تصير هكذا تحل مشكلة الكاش الساعة الملاف سيضل الكاش المتشير طبعا في شغلتين تصير غير فتح القطاع المناطس والفريش دولار هي أنه في إصلاحات لازم تصير تعطي ثقة للناس أنه الأزمة التي صارت في 2019 ما رح تتكرر يعني اليوم نحكي كثير عن بونزي سكيم لا مش بونزي اللي هو وقتا مصرف المركز يقللون اللبنانية لا يمكن تحب توظيفات بالمصرف المركزي المصرف المركزي لا يمكن يأخذ وضعها من المصرف المركزي عقل تتوقف البونزي سكيم ما هي كان نحنا نتعلم من المشاكل اللي صارت شو اللي وصلنا لهون بتصور هذا الشي بيرد شوية إصلاحات مصرفية مع فريش دولار مع فتح القطاع المصرف على المنافسة بيردلنا شوية وطبع بالإضافة للمنافسة والاتصالات والكهرباء اللي حكينا عنها هذه إصلاحات ضرورية تحصل عن تصنيف موضوع التصنيف مع الوزير ما في كمان شئ نفس اليوم عند المستهلك لبنان اللي مصريات موجودين بالبات مش عم بحط هم بالبنك قدام اوك جمع 200 و300 و400 ألف بقين شو عندي إذا بدك أنه تفكير بعد غير مسموح لأننا نضبط وضعنا بالداخل بعد اللي بيقبس الكبسي من الخارج بعد مكة بسا أما بعد معطا العمضة وقت ما تشوف الصندوق النال عبو حط عليك شرط يقلك إيه نحنا الوضاع فوق الميت ألف بدنا ننسيها وعارف أنه ما في ولا نائب بمجلس النواب الميت شناك اليوم نحن نقول حقوق المدعين المقدس ولهلأ قد يصار في خطط ونحكى بالخطط مع احترام لكل اللي عام الخطة بعد الخطة الوحيد الواقعية خطة الهيات الاقتصادية اللي بتفرج اليوم مقزب نع العالم مصريات كمان رد اليوم أدنين رد بين 15 وعشر سنة بطريق التقصيد والخطة اللي انت بتعرفها مجرد اليوم بعد صندوق الناد عام يجي على لبنان وما عم بيحكي بموضوع الموضوع الموضعين يعني بعد ما في قرار لا بد عام لبنان ولا شلول رجل بس عن صندوق الناد انه بد يشطب الوداية ولا عن الحكومة اللبنانية لا لا كل اليوم كل القوة السياسية ضد انه تشطب الوداية كلهم كلهم انا ما سمعت ولا مسؤول ابدا بالعكس المسؤولين عم بقال اخي انا جبول اي خطة فيها تقصيت على عشرين سنة انا بمشي فيها واللي بقول انه نحن ادرانين نرجع اموال العالم بسنة وسنتين هدا عم بيكزوب اقل من عشرين سنة صعب ترجع الاموال غير هيك ما في دولة بالنهاية دولة عندها امضة اذا في قرار وقرار سياسي ادران الدولة اليوم ترجع المصريات على عشرين سنة وقال الرئيس مئات بوجه لطحية كان عنده جراء انه هدي مسؤولية الدولة انه هي ترجع اموال المودعين لانه هي اغذية ال دحكة اليوم المودة اذا كان مئة الف اما اذا كان مليار هذا حقه اليوم مفروض يترجع له كلما المبلغ كان كبير كلما بالطول مدة التقصيد ولكن غير صدقني شو ما عملت غير الخطة اللي عملني ها الهيئات لانه ما فيها لا شعبوية ولا فيها حدا انه لا عم نحكي وقائع وعلم وعم نحكي دراسات هاي دي الخطة اللي ممكن نحنا نمشي فيها ويلي بتوصل البلد الى شط الامن ولكن برجع بقول بعد ما في قرار من الخارج وفي نية من الداخل بس الخارج موقف الداخل حكومي السابقة ما كانت تشارك بالقرار الحكومي الحالية تشارك بالقرار ولا كما نعم الخطة بدون لا نتشاور نحن ويا في تشاور أكيد على الخطة بس برجع بقلك ما في قرار من الخارج بعد بالموضوع النفس للمستهلك سير صار انه قادر يصرف اكتر مازال المصريات صار بيجابته ببيته ها هيدا انت ليش فنا ب23 هجوم على الاستثمار لانه لعب جيب مصاري من برا حط اول مليون بالبيت تاني مليون بالبيت زاد واشترا ارود زاد واشترا بيت زاد واشترا سيارة صار يجي وصار بخاف يحط بالبيت حط شوي بالبنك قال لي قليلا استثمر فات شريك بمطعم بقهوية بمحل بطيب بقصة بحكاية فات عبوز مشين هيك بلش المصاري المصاري تطلع اليوم ما بس انه شفنا حركة كانت حركة حلوية العالم انا بعرف الناس بقلي انا افتحت بالبنك تقول لهم مخيفين قال لي بالبيت في خطر على المصاري وعلى حياتي بالبنك في خطر على المصاري بس مش على حياتي وهذا العالم قديت اضحط ببيتك انت قدي ممكن عندك امكانية بقى مشين هيك اليوم ما عنا غير القطاع الخاص المصرفي وما ننسى انه في كتير من اللبناني ما بيقدر يفتح حسابات برات لبنان يلي بيقدر يفتح حساب برات لبنان فتح تزا كان بالعالم العربي اما بأوروبا اما وين ما كان واللي ما قدر يعني ما حي يقدر لليوم ولا بعد سنة ولا بعد مية سنة اليوم بصراحة نعمل خطة هيكلة المصارف انا اذا بدك بأي الدخول مصارف مع المصارف الحالية لا ترجع تقدر تعطي السياة بالنهاية نحنا ما بدنا نلغي قطاعنا المصرفي ما بدنا ندوب بقطاع المصرفي غلطه بس الغلط مش اني الاساس بكل صراحة ولغاية اليوم ما في مصرف اليوم اسمعنا ضب هالكاشو هرب على البرازيل وسرق العالم بالعكس هن ظلموا مثل المودة عن ظلم المصرف تكرارات السياسية اليوم و الخلافات وقرف اذا بدك الكوات السياسية لوصلنا لهم خصوصا كمان في مودعين سكروا ديون على 1500 من المرحلة 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 دكتور شو يعني اعادي التصنيف لبنان وشو مخاطر هذا الشي طبعا عم تحكي بالفاتف بتصور ما هيك لبنان لأنه عم بيستعمل كتير اقتصاد الكاش في عندك مخاطر مرتفعة بموضوع طبيعي الأموال تمويل الإرهاب غسيل الأموال الاخر بتاع فيها عملية بصير الكاش جميع وبمعن اقتصاد الكاش كبير في هذه المخاطر وبالتالي من وقت تلت تاني بصير في حكي عن إعادة تصنيف لبنان أو تخفيط تصنيف لبنان إذا خفض تصنيف نا أكتر إذا خفض تصنيف لبنان طبعا ما قالوا على بس بإكتصال الكاش قالوا علاء بأشياء تانية كمان بس هات اكتصال كاش فلو دور كبير في بخفف من بصير أصعب على المصارف المراسلة تشتغل مع المصارف اللبناني سيصير أي معاملة بدك تعملها بدون دائق فيها أكتر المصارف المراسلة برا ليحق لهم يشتغلوا معك بسير واجعة راس عليهم وبالتالي العديد من المصارف المراسلة بتقلها خيب ما بدك لها الواجعة الراس خاز ما بدك يشتغل مع بنوك اللبناني يشتغل هذا الخطر والمصارف اللي راح ضل تشتغل مع مصارف اللبنانية راح تير الكلفة أعلى لأنه بدك تعكس كلفة اللي راح تنفرض علي وراء تخفيض التخفيض وبالتالي بيصير أي تحويل من وإلى لبنان كلفته أعلى على المصارف وعلى اللبناني هذا شي بأثر على الاستيراد والتصدير نحنا بس نستورد من بره بدنا ندفع نقدر نشتر اللبنانيين الناس اللبنانيين يساعدوا أهلهم يوضهم مصاري وحجموا تقريبا بين 6 و 6 ونصف مليار دولار هذا كبير كل شي يصير أصعب كلفته تصير أعلى علينا لا بدنا هل أفضل ما نكون نحن من مصافي الدول الماركة التي عليها شبهات تمويل إرهاب وطبيض أموال نحنا بهم نحن دولار في لبنان يفكرون نعم الإرهاب لا يريد كلها لوجعة الراس وبالتالي يصير عندك ضعف بالاستثمارات وضعف بالاستثمارات بيأثر على النموع المضى الطويل وحكينا عن أهميته النمو نمو 10% بالدوبل الدخل الفردي كل 7 سنين نمو 1% تاخذك 70 سنين للدوبل الدخل بس كمان بهالنقطة ما صار لدينا قطاع مصر في رديف يعني عبر الشركات تحويل الأموال يعني يصار يقدموا جزء من الخدمات كان يقدم الكطاع المصر صح بس ما بقدر هذا حول 1000 دولار و2000 دولار اليوم حتى القطاع المصر حتى اللبناني كان يطلع يخدم شريع برا ما بيطلع كفلات لأنه ما في كطاع مصر في للأسر نحن مطابعين حوارنا معكم لكن توقف على الصراحة مع الإعلان نتابع بعد بيطل اليوم نتابع بيطل اليوم مع رئيس العياد الاقتصادي الوزير سبيع محمد شقير والخبير الاقتصادي باتيك مارين مع الوزير موضوع سيسات الضريبية يعني فوق الكوارث نحن فيها من نحن اللي قطعت الموازن بأقل خسير ممكن لو قطعت مثل مرسل من الحكومة كنا الكارثة الأكبر شو رأي أكبر موضوع يعني نفقه وتعبر يعني شو بدي أول شي الغلط اللي صار أنه عادت دائما كان فيه تنسيب الوزارة المالية والهيات الاقتصادية وبعدين بين الحكومة وبين الهيات الاقتصادية مرأة اليوم من الوزارة المالية للمجلس الوزراء للمجلس النواب بدون نحن 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 نعمل شغل بمجلس النواب مع اللجنة ووجه لهم تحية كثيرة كبيرة أنا يعني قدرنا إذا بدك نشير 80% أو 90% من الضراء بس بالنسبة للمستثمر وحضرتك بتعرف والدكتور بتعرف لشو نحكي بمواضيع نعرف إنه ما ممكن تمر يعني اليوم اللي ما بي بي بيدفع على ضريبة على أشغال وبره ممكن إغدوا أنا مدعي عام مال وبقدر زل وبقدر بهد وبقدر أحبس وطب هيدا العالم بتخاف مرة 2-3 بتخاف أوكي شلنيها شلنا كل شي أوكي نفس الوقت نشيل شغلتين كتير مهمين مننا موضوع تحسين اليوم على العقار وعلى المغزون أوكي طب حدا بحط ضريبة عليهم هيدول بكل صراحة مكننا بنعرف أنا عقار كان حق مليار ونص مليون دولار اليوم صار حق 400 ألف دولار بس على اللبنان بيعملوا هالقد ضريبة بيطلع هالقد يعني عليهم في أشيء في أشيء فعلا نحن أدرانين نسهل للعالم بل ما نعد نفكر كيف نعمل أنون جمارك عصري حديث أنون ضرائب عصري حديث نشوف كيف ننظبط ضمان الاجتماع نشوف نحط قوانين تخوف العالم أنت تعرف من بعد الموازن في كتير مشاريع ببيروت كانت مشاريع كبيرة كبيرة هذه عبوح خمسة مليون وستة مليون ما يكون مش أنه عبوح ناس وقفت خاف 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 اليوم تقول لك أنا 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 بغوش علي بالعالم كل يتوا بصير تغيير ضرائب بس كل عشر خمسة عشر سنة ما حدا بكل موازن بتكون تقرفون نحيات وتحطوا تغييرات اليوم خلاص كل عشر خمسة عشر سنة هذه السياسية مش أنه صايرين صايرين عم نعمل موازن كأن دكين عرفت الوزارة هون هيدا بدي أعمل هون ونحنا كنا عمل أقول لهم خي شو بتكون عدوا معنا قولوا الدولة بحاجة لمليار نحنا من لكم من وين تاخدوا المليار يكون في أقل ضرر فيها على القطاع الخاص وبعدين ما ننسى ما ننسى أنه أنا بدي أول القطاع الخاص الشرعي وما بدي ضعفه ما أنتو بالأولين عم تحط عليه عم يقوم القطاع بعد وكان عم بيحكي على القطاع الكاش وقطاع التهريب طبيعي التهريب من نحن عارفين والمهربجية معروفين من يسترجع يوقفهم أصلا من يسترجع يحكي معهم المهربجية صرت أقوى من الدولة أقوى من الدولة مش أن هك نحنا لازم نكون موقعيين بكل موازنة وحاش نشتغل بش شعبوية بش شعبوية أنه يلا خلينا نزيد وخلينا نحط وأنا بجيب لا بعدين أستاذ أنت بدأ تشوف أدي حجم الاقتصاد الشرعي وأدي بدي ياخد منه يليوم أنت اقتصاد اليوم شرع 20 مليار أدي بدي ياخد منه 10% ماش الحال طب أنا 10 ألف دولار بقدر أدفع أجار بـ 800 دولار مثلا بدي أعرف أنه لازم يكون أكثر من 15% ما يكون أكثر من 15% ونفس الشي ما بتقدر تحمل الاقتصاد ضرائب أكثر من 10 إلى 12 إلى 13 بالمئة مثل كانوا عاملين أشياء كارسية طبيعي طبيعي يصير إختزام مفياق 100% نحنا نتمنى للموازنة الجاية يصير فيها دراسة ونتشارك من أول يوم نحنا شركة معكم ونحنا اليوم اللي وقفنا حد الكطاع العام كطاع الخاص لما هو داعم الكطاع العام من سنة 2020 كانت تطر بيع المؤسسات اليوم سكرت وعفنيت وما حدا عبيجي على شغل نحنا اللي عم ندعم اليوم لبقاء نحنا 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 ما بننا نقعد بشينيك عم يشاركونا اليوم ونحنا وانتو شركة وبدنا تنينياتنا مصلحة البلد والبلد تستمر ونحنا عارفين اندو الدولة ما ممكن تستمر هيك ونحنا عم نقول وموصفين كطاع العام مظلومين ونحنا طلبنالهم بالزيادة بس على القليل يشاركونا بالقرار ما اشياء والله كطاع الخاص بدنا واشياء تنسونا فيه خلينا نقول هون بين هلالين يعني اللي بتابع نشاطكم كهيئات بتابع البيانات الصرخات الاجتماعات اللي عم تعملوها يعني الدعم اللي عم تقدموه حتى للكطاع العام بموضوع المعارض مشاركة البنان بالمعارض بالخارج يعني لوما انتو كهيئات كان ما في اكسبو دوباي وما في غير وغير وغير صحيح صحيح من دكير نحنا اكسبو دوباي واكسبو قطر والزيارات الرسمية واللي عم نروح نحن حاملين علم لبنان بالداخل وحاملين علم لبنان بالخارج نعم دكتور باتريك منضوع سياسات ضربية شو علي الحكومة طعم أولا الزيادات العشوائية اللي كانت عاملتها الحكومة نشكرا لله لأسقطت مجلس النواب في إبداع صراحة بالمجلس النواب في إبداع بالمعنى السلبي صحيح وكيف في أفكار كيف خطرت عبيرون واللي عمله صراحة مجلس النواب انه ما زاد الضرائب اللي كان بده تزيد الحكومة بس ما ننسى انه بالسنوات اللي قبل صار في زيادات طريبية واصطنباط ضرائب جديدة هذي بعدها يعني الضرائب اللي تم زيادتها بالالفين وتسعة عشر وعشرين وواحد وعشرين وثلاث وعشرين وثلاث وعشرين بعدها موجودة بس بالالأربعة وعشرين ما زادوا أشياء جديدي كان فيه مشروع يزيدوا أشياء جديدين ما زادوا من حيشتوا الشاكل الموازن كمبها شي بمعنى أنه احترمت المواعد الدستورية حطت شوية ضوابط على الاقتراض وجربت تحط موازنة متوازنة بالحقيقة ما جف حبر الموازنة راحوا عطيه زودة رويتب وأجور مدركة مضعف شو هالموازنة لكان الخرافية اللي انحطت اللي بعد شهرين تروح بتعطي زودة رويته لكن عم تعمو موازنة لشو أنت الموازنة هي نفقاتك عم طول أنا بديدفع لأدي أجور بيوفق لك مجلس النواب على هالنفقات تروح بتعطي زودة تاني نار شو هال شو هال الخفة بالتعاطي شو هالعدم المسئولية بالتعاطي مع نفقات الدولية هذا من حيص الموازنة بشكل عام من حيص الإرادات ما فيك تجبي مثل ما قال معلي اقتصاد اليوم حجمه عشرين مليار دولار ما فيك تجبي منه قد ما كان تجبي من اقتصاد حجمه أربة وخمسين مليار دولار في عندك ستين بالمئة من اقتصاد اختفى وبالتالي جيباية بدا تكون أقل وبالتالي يجب ترشيد النفقات بشكل انها تتناسب مع الجيباية هذا الحل الوحيد أما اختراع إرادات خيالية مثل ما صار أنا برأيي بالموازنة لو ويزنوها كيف ويزنوها ويزنوها زيدوا إراداتهم حطوا زيدوا على الأرق تتكلم لها أرقام ورائيا مي فإذا ورقيا زيدوا الإرادات ليبرروا عدم تخفيض النفقات وبدل تخفيض النفقات راحوا أعطوك زودة رواتب وأجور لا يمكن تمويلها وهيدي مشكلة كتير كبيرة لأنه كيف بكرا بدك تمويل هذه زودة الرواتب والأجور إذا المصر في المركز يعني بيقول أنه ما بقي دين الحكومة اللبنانية وهذا اللي جاب لنا استقرار بسعر الصرف نحن اليوم استقرار بسعر الصرف اللي بلش من نص لأفم وثلاثة وعشرين سببه أنه مصر في لبنان وقفت بعط ليرة ومعادي دين الدولي طيب اليوم الدولي عم تقول أنا بديد فهروايتي بأجور بشكل خيالي ما مع المصاري بس وزير المال بقول أدراني أمن حكو وزير المال بقول هو أرزبوان بس لا يقوم لأنه صارت الجمارك اليوم بسعر تسعة وثمانين ما بق في جمالك مخفضة بس بنفس الوقت يعني بالعلم اللي عب أقوله ما أحق بس بالمنطق اليوم كيت الدولي ما بتدتخلي كمان رواتب العسكري عاب يخد مية دولار يعني بعد اليوم بصراحة في عسكري عاب يفديك بحياته عاب يروح على جبهة عاب يلحق مجرم على مية دولار ما حدا مضوع رواتب الأجور بالكتاع الخاص نحن من الأول شيء أصلا زبطنا وضع نحن زبطنا الرواتب لحد الأدنى هلأ رفعنيه رفعنيه أول مرة ورفعنيه تاني مرة ورفعنا تلك مرة ورفعنا رابع مرة رفعنا اليوم بدل المواصلات رفعنا المدارس الكتاع الخاص برمج حاله اليوم أنا بقدر أقول لك بالكتاع الخاص الرواتب الشركات تقريبا رجعت مثل ما كان مثل 2019 نحن كنا عارفين مع العلم نعرف أنه في صعوبة آخر زيادة للحد الأدنى للأجور رغم الحرب اللي موجودة بس أقرينيها لأنه حاصل تسبدوا بشهر الأصمر أكتر بعد هو حقه يطب أكتر ولكن نحن حقنا كمان شو بقدل المؤسسات ممكن الضاين أنا ما بقدر ابني حد أدنى على بس 300-400 شركة ممكن تقدر تدفع وعندي ألاف الشركات اللي ما بتتحمله وأنا ما ببني اليوم الحد الأدنى على بس مؤسسات بيروت وجبل لبنان لأنه بديشوف بطرابلس وبشمال وبعكار وبجنوب وبتضيع إذا بقدروا يقدروا يدفعوا هالشي هاي دكتور دي رأيك زبط حاله الكتاع الخاص وإن كمان هالشي صار على حساب الموظف الكتاع الخاص هو العجلة طبعا الامتصاد اللي الكتاع العام بيجب منه لا يقدر يعتاش وبتالي إذا الكتاع الخاص ما بيزبط وضعه شغلي شغلي سيئة جدا يعني رح رجعنا لهذه النقطة بس أنا وقت كده عم بيحكي عن الزوديات اللي صارت بالكتاع العام أنا ما أصدق إنه ما نزيد للعسكري أو للناس اللي عم تشتغل بالكتاع العام بس أنا ومعالي وإنت بنعرف إنه بالكتاع العام في عدد هائل من الموظفين ما بيشتغلوا فاتوا على أساس المحسوبيات والواسطة وهني غير كفوقين وهي دول يجب ترشيد النفقات عن طريق مكافأة من يستحق بس كمان تسريح من لا يستحق خلاص مش مقبول بقى من قديرين بقى ندفع بموضوع تاني من موضوع شو السياسة الضريبية الأنسب اليوم لبنان السياسة الضريبية يجب يكون هدفها جذب الاستثمارات على البلد أنت اليوم البلد ما بقى عندك شي في وما في الدولار عم تخوت على البلد بدك ناس تشي تستثمر بالقطاعات الإنتاجية بالسياحة بالصناعة بالزراعة طب إذا هول عم تستقبلون عم تقولون بدي حت عليك ضرائب لا أخي أنت بدك توطيلهم الضرائب أوكي ما عنا بونا تحتية نعطيهم إياها بس على الأقل نحسن لهم الظروف الضريبية بشكل يقدروا يجوا على اللبنان ويستثمروا بشريك أنا برأي يجب مقاربة الضرائب من منظر جذب الاستثمارات مش منظر مش من منظر شوفين يشبه على القطاعات المنتجة وشلحها مصاري تالي بعده فتح يفل أنت شهد مجلس النواب في كم نائب أتحفون بدون نزيد الضرائب مئة بالمئة يعني وحتى فيه أشياء مرأي تاك آخر مش معقول اليوم لأ نزيد الضرائب انت بتعرف بأوروبا بالعالم وحضرته بيعرف وقد بدك تزيد الضريبة نقطة أما نقطتين بتفكر فيها بتدرسها ستشور أما سيني بتشوف شو ممكن شو ممكن تسير هون لا من عشرين بالمئة من سبعة عشر بالمئة لثلاثين بالمئة لأعشرين عشوائية عشوائية ومحل بس أنه هلأ الكاميرا بتخذني وهلأ على السوشال ميديا بقول أنا ويمكن تجيب لي صوتين ثلاثة بس ما عندهم مشكلة من عشرين مليار اليوم للخمسين اللي كنا وحتى ستين وسبعين بس يقبر الاقتصاد نفس الضريبة العشرة بالمئة من أربعين مليار اقتصاد أو من عشرين مليار بتفرق معك الضعف مهيك وبالتالي الهدف مش نزيد نصب الضريبة الهدف تكبير الاقتصاد وبتم تكبير الاقتصاد عبر تخفيض الضرائب من أجل جذب الاستثمارات أنا برأي اليوم لبنان وصل بوضع كل نقطة الضريبة بتزيد بتهشلك الناس اللي بعد نعم تغلل بالبلد يجب انك تخفض الضريبة لتعطي شوك بسيكولوجي تقول للناس انتعوا نخفض الضرائب رجعوا وفتحوا بها البلد وين رح يرجعوا ويفتحوا بدل ما تاخد الضريبة منه 10% خد 5% على ضعف الاقتصاد تبعك تشغل ناس ترد النمو على البلد وتفوت مدخيل للدولة أكتر من الزيادات أنا برأي من النصب الضريبية مشان هيك أنا مع تخفيض الضريب وحتى تسهيل اليوم التهرب الضريبي شغلي كبير في لبنان والجمرك والسبب الأساسي للتهرب الضريبي هي الاستثناءات يعني اليوم عندك جبرك 10 20 30 وصل 50% على بعض السلع بس عندك سلع معفاة من الجمارك ما هيك طب أي حدا مفوت سلعة علي ضريبة 50% بيمرؤول لها على البرع إنها محفاة من الجمارك بحطلن شوية جابتون وبتفوت هذه الاستثناءات يجب وقت الضريب مع الوزير موضوع الضمان كيف بدون حال شو خلاف كن هل مع إطار الضمان حلين يقول لك ضمان انت بتعرف انه بسنة 64 انشئ لمشوعة ضمان بدو ورش كتير كبير ضمان كان دخل بالسنة بحدود المليار أشط دخل ل سبعين سبتين سبعين مليون هل لقاء أسبوع القادم بدو يكون مع الضمان لنشوف من بعد الزيادة ولناخد نعرف من الضمان قديش بدو قدران يدفع يعني اليوم أنا بعرف مش من المنطقة عملية بتكلف 30 مليون حيد ندفع 30 مليون نحنا بدنا نعرف منه انه بتقدر تدفع 30 40 بالمئة خلينا نعرف مدير عام الضمان بجاله تحيي لأنه عم يعمل شغل جبار وعليه ضغطات كثير كبيرة وبالنهية مش هقال نطار المصريات نحنا ضمان اجتماعك مع 11 مليار ونص طار المصريات لازم نحنا نشتغل على موضوع الضمان أول شي بإعادة بقانون جديد للضمان نعمل مجلس إدارة مصغر للضمان نعدل بقوانين الضمان إذا بدنا هالمؤسس تكمل وإذا ما عملنا هايك عم نكون نحنا عم ندق إذا بدك بهذه المؤسسة الضمان مؤسس إذا ما في ضمان اجتماعي نحن نجم نخلق ضمان اجتماعي هذه المؤسسة يلي كانت تقدم مئات الألاف من المواطنين نعم هلأ نحنا أخم شي برجع لسؤالك أهم شي نقدر نعرف وعم بيعمل حساباته بالدخل جديد لأنه هلأ نحن من تسعة لتمنتعش مليون قدي الدخل وقدي بقدر يدفع مشكلة الكبيرة وين أنه كلفة الضمان بالألفين وعشرين كانت كتير صغيرة على الشركات راح كتير مؤسسات اليوم عملك لما صفينا تأمين صحي خاص اليوم ما وصلنا إلى مرحل الشركات ما بقى تقدر على الضمان وقت ما طلع والمعاشيات طلعيت تدفع هاي وتدفع هاي وإذا بدأ توقف التأمين يعني عم تقلو لموظف أنت إذا ميت ما في مين يقف حدك مش ينهيك اليوم بدنا نعرف طول عمرنا كنا معتملين على الضمان ندفع فرق تأمين فرق الضمان اليوم أنا أدفع هلفة تورة وهلفة ما مبقى تحمله هيدا اللي عم نشتغله اليوم موضوع الدول الخليجية في تواصل مع الدول الخليجية لإمكانية عودتهم بطريقة ما أنا 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 كت سامع أنه قبل غزة كان كان في شعب تحضر بعد ما صارد غزة أكيد أكيد أنا بأعتقد إذا صار في انتخب رئيس جمهوري كل واقف عن انتخاب رئيس جمهوري كل هيدا الأمور اللي عم تسأل عنا أكيد بتنت هني في ضغط علينا لنعم رئيس جمهوري تتألف حكومة ساعة تشوف البلد عن جد ممكن البلد يقلع أكيد إذا ما صار في حرب ساعة القطاع الخاص قدران يقلع بالبلد نعم دكتور باتريك انتخاب رئيس هو كبسة الزر اللي رح تغير كل شي بداية لتغير كل شي انتخاب رئيس شرط أساسي ولكن غير كافي إذا تجيك رئيس تتشك الحكومة يعدوا يتنقروا بقلب الحكومة ويضل البلد معطل بيضل بعدنا محلنا الرئيس لازم يكون بكورة اتفاق أنه بدنا نعمل هيد الإصلاحات يكون الكتل الأساسيين موفق عليها وتمرق هذه الإصلاحات بالبرلمان أما رئيس لا يجي يعطل ويعرقل ويقول أنا بتمرقلي هيت تمرقلك هيا يكون بعدنا محلنا وبالتالي أكيد بدنا رئيس ولكن بدنا رئيس إصلاحي أنا بيتشكرك دكتور باتريك مرديني مع الوزير بيتشك رح رح نتقل في جلس لفجل وزراء اليوم رح نتقل إلى الصراي الحكومة مشاهدينا لو أنت ننتهي حلقتنا إلى اللقاء